أعزاء المستمعين نأتي الآن إلى نقطة هامة من نقاط الدرس الرابع وهو موضوع البحث وخطته وعناصرها إن هذه المرحلة هي مرحلة خطة البحث الخطة لابد لنا أن نقف على تعريفها وفوائدها وعناصرها وذلك في النقاط التالية أولا ما المقصود بخطة البحث التقطيط والتنظيم هو عنوان النجاح في كل شيء من أمور الحياة أما الأعمال الارتجالية فلا توصل غالبا إلى هدف واضح ولذلك فالخطة اصطلاحا تعني التصور المسبق لمفردات البحث وطريقته في جمع المادة العلمية أي طريقة الباحث وكيفية معالجتها وعرضها فالخطة تعتبر تعبير عن الخطوط العريضة والقواعد التي يستلزم على الباحث القيام بها لهذه الخطة فوائد وهي النقطة الثانية أما فوائد خطة البحث فإن وضع الخطة يعتبر شرطا أساسيا لا بد منه للموافقة على البحث وقبوله في الدراسات العليا إذ إن الموضوع عندما يقدم بلا خطة وبلا هدف يصبح كلاما عاريا عن الفائد ولذلك فللخطة التي تقدم فوائد من أهمها أنها تعطي تصورا كاملا عن الموضوع لللجنة وتعطي تصورا كاملا عن الباحث كما أنها تعطي فكرة عن أفق الطالب ساعة وضيقة جدارة وضعفا للقيام بهذا البحث ومن الفوائد أنها تصور مقدار الجهد الذي سيحتاجه الباحث للإنهاء لهذه الرسالة أيضا توفر على الباحث جهدا ووقتا بدلا من أن يضيع في تخبط واستطراض لا حاجة لنا إليه كما أن من فوائد الخطة أنها تجعل مفردات البحث نصب عيني الباحث فتدفعه دفعا إلى المواصلة وإلى الترتيب والتناسق بين أجزاء بحثه بعد أن وقفنا على مفهوم الخطة وفوائدها نقف الآن على عناصر تلك الخطة بجملة حديثنا عن الخطة لابد أن نقول إن الخطة تعني تقسيم أجزاء البحث إلى تمهيد وأبواب وفصول ومباحث ومطالب حسب طول البحث وكثرة تفريعاته وتضم العنوين المتقاربة بعضها إلى بعض في باب واحد شيئا ما يعني يقوم الباحث بضم العنوين وبضم المباحث التي ربما يجمعها شيء واحد في فصل أو مبحث وعادة لا تستعمل الأبواب إلا في الأبحاث الكبيرة كالماجستيري أو الدكتوراه أو تحقيق الكتب العلمية الضخمة فإذا كانت التفريعات كثيرة فإن الباب عندئذ يجتمل على فصول والفصول تجتمل على مباحث والمباحث تجتمل على مطالب والمطالب تنقسم إلى فروع والفروع تنقسم إلى بنود أو مسائل وعندئذ تصبح الخطة واضحة والبحث زى نتيجة مرجوة عاد الباحث منها أو بها إلى المجتمع وهذه هي الدرجة الخامسة أو العنصر الخامس من درجات البحث وعناصره فإلى العناصر التالية وذلك وفق الشرائح التالية